اشتركوا في القناة تعود مدينة الشباب 2030 إلى استقبال المبدعين في نسختها الثالثة عشر بهدف اكتشاف المواهب الشبابية وتمكين الشباب البحريني لجعله الخيار الأول في سوق العمل حيث تسهم برامج المدينة المميزة في تكوين كوادر بحرينية مؤهلة للمشاركة بفعالية في التنمية الشاملة للمملكة بمختلف مجالتها وفي هذه النسخة افتتحت المدينة مراكزها التعليمية أولها مركز إعداد القادة وريادة الأعمال والذي سيختص في برامج القيادة وتطوير المهارات الشخصية ومركز الصحة والرياضة والذي يعنى بتقديم البرامج الصحية والرياضية ومركز الإعلام والترفيه والذي سيختص بالورش التعليمية الخاصة بالإعلام والترفيه ومركز العلوم والتقنية الذي سيقدم برامج متخصصة في التقنية والهندسة والميكانيكا انتهاء بمركز الفنون والثقافة والذي سيطرح العديد من البرامج التدريبية المتنوعة في هذا القطاع منظومة قيم مهمة تتبناها مدينة الشباب وتعززها كالقيم الوطنية والاجتماعية والسياسية والإنسانية منذ انطلاقها في عام 2010 لتؤكد الاهتمام المستمر بالاستثمار في طاقات الشباب وإبداعاتهم الأمر الذي منح الشباب البحريني دافعا قويا لمواصلة مسيرة التطوير مبادرة المدينة الرائدة تسهم في تزويد الشباب بالمهارات اللازمة من العلم والتدريب والخبرة من خلال تصميمها العلمي المبني على احتياجات الشباب ومتطلبات سوق العمل لبدء رحلتهم نحو التمييز والإبداع وقيادة مستقبل المملكة